اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من برنامج الريح المرسلة والذي يتيكم على الهواء مباشرة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أيها السادة الكرام هذا البرنامج يتيكم برعاية كريمة من جمعية الشارقة الخيرية جمعية الشارقة الخيرية تفتح لكم بابا من أبواب الجنة إنه باب الصدقة تصدقوا تبرعوا بأموالكم لإخوانكم الفقراء والمساكين والمحتاجين والمكروبين نحن في شهر رمضان وشهر رمضان شهر الكرم والجود ونبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه الصحابة كان أجود الناس وكان في رمضان كالريح المرسلة أي يسارع في الخيرات وهذه دعوة لكل مسلم من المحسنين القادرين على التبرع والإنفاق للمسارعة في الإنفاق والتبرع طوال العام وخاصة في شهر رمضان الحمد لله في الأيام الماضية سعدنا بتبرعاتكم وبصدقاتكم وبعطائكم واليوم إن شاء الله سنكون سعداء أكثر بإذن الله تعالى فأنتم أهل الكرم والجود ونحن في شهر الكرم والجود بئر هناك ومسجد وتسقي أرضا قاحلا وأسرة ملهوفة نبني لها مستقبلا ريح مرسلا لا 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 تترد حياكم الله من جديد عزيزي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم على مدار ساعة من الآن طبعا إرسالنا يأتيكم عبر تلفزيون الشارقة وعبر أثير إذاعة الشارقة المباركة واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي هنا في برنامج الريح المرسلة معنا الأستاذ علي الراشدي رئيس قطاع الموارد والإستثمار في جمعية الشارقة الخيرية أهلا ومرحبا بكم أستاذ علي شرفت ونورت حياكم الله ويا مرحب الساعة بأخوان المشاهدين وأخواني المستمعين أهل الجود والخير والعطاء الحقيقة يعني لقانا أول أمس كان مع حضرتك مؤثر جدا وكلامك الجميل كلاه دور كبير وإن شاء الله اليوم نسعد بكلمات وتحفيز يعني للإخوة المشاهدين والمستمعين كي يتبرعوا معنا اليوم في مشروعكم الذي سنتحدث عنه بعد قليل كما نرحب بفضل الشيخ عمر سعد اختصاصي رئيس في الوعظ والإرشاد حياك الله فضل الشيخ حياكم الله وبياكم وإهلا وسهلا ودعاكم الأخير على مثل هذا البرنامج الطيب برعاية جمعية الشارقة الخيرية الشيخ عمر طبعا إن شاء الله حضرتك ثابت معنا كل يوم خميس ونسعد بكلامك الجميل الأسبوع الماضي كان كلامك أيضا مؤثر وكلها دور يعني مهم جدا في تحفيز إخواننا المشاهدين والمستمعين في التبرع للفقراء والمساكين والمشاريع التي ترعاها جمعية الشارقة الخيرية أيها السادة الكرام قبل أن نحط الرحال في محطتنا لهذا اليوم من برنامج الريح المرسلة نود أن نذكركم بالتبرعات لحلقة أمس طبعا مشروع أمس كان بناء مساجد خارج الدولة أنهينا الحلقة بجمع مبلغ 620 ألف و 600 درهم الحمد لله لكن أبشركم بأنه بعد الحلقة وصل المبلغ إلى 800 ألف 800 ألف درهم الحقيقة كان يعني التبرع سخي جدا من إخواننا المشاهدين والمستمعين وتقريبا سبع من فعالي الخير تبرعوا بناء مسجد كامل على نفقتهم الخاصة في الدول التي طرحناها وهذا يعني شيء يبشر بأن أخواننا المحسنين في دولة الإمارات العربية المتحدة على قدر المسؤولية وإن شاء الله اليوم نطمع في المزيد طبعا مشروع اليوم هو عن تفريج كربة تفريج كربة إن شاء الله وتعالى المبلغ المطلوب لتفريج حالات الكرب عن الحالات اليوم 386 ألف و 82 درهم والحالات تقريبا تسع حالات سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله لكن أذكر إخواني المشاهدين والمستمعين بمشروع درهم الحمد هذا المشروع ترعاه جمعية الشرق الخارية طوال العام يعني المسلم يتبرع درهم في كل يوم برسل رسالة نصية بيشترك في هذا المشروع من خلال هاتفي المتحرك يعني لا يشعر بهذا الدرهم 30 درهم في الشهر يعني خير عميم جمعية الشرق الخارية من هذا المشروع تضخ كل يوم في كل حلقة 25 ألف درهم تشجيعا للإخوة المشاهدين والمستمعين كي يتحفزوا ويتبرعوا لإخوانهم الفقراء والمحتاجين فمشروع درهم الحمد مشروع مبارك إن شاء الله كلنا يشارك في هذا المشروع الطيب أيها السادة الكرام المشاهدون الكرام والمستمعون الأفاضل قبل أن نبدأ حديثنا اليوم عن مشروع الكربة أذكركم بطرق التواصل والتبرع يعني من أراد أن يتبرع عبر الرسائل النصية يكتب في الرسالة كلمة كربة ويختار المبلغ الذي يريد أن يتبرع به إذا أراد أن يتبرع بعشر دراهم الرقم المطلوب 621 30 درهم 6213 50 درهم 6214 100 درهم 6215 200 درهم 5056 500 درهم 2774 1000 درهم 2081 وللمبالغ أكثر من 1000 درهم بإمكانكم أن تتواصلوا على رقم الجمعية اللي هو تليفون واتس أب 055-3000-101 أو الاتصال على الرقم المجاني 800-014 هذه أرقام خاصة بالجمعية والإخوة سيتواصلون معكم إن شاء الله ومن أحب أن يتواصل على البرنامج المباشرة برنامج الريح المرسلة بإمكانه أن يتصل على الرقم طبعاً رقم داخل الدولة 600-55-1600 ومن خارج الدولة 00-971-600-55-1616 نحن في انتظار عطائكم وتبرعاتكم لكن قبل أن نخوض في غمار مشروع اليوم اللي هو تفريج كربة دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا عودة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة سعد جمعية الشرق الخيرية وبكل إمكانياتها إلى إيجاد قنوات التفريج عن المكروبين وتقديم العون الذي يسهم في استقرارهم واستقرار أسرهم من خلال مبادرات تفريج كربة التي مضت الجمعية في إطلاقها بدعم متبرعها وبالتعاون مع الجهات المختصة لتكون مبادرات موجهة بشكل أساسي للحالات التي ألقت بها الظروف المادية خلف القطبان على ذمة قضايا تعسر مالي والتي قد ينجم عنها ضياع مستقبل أسرة كاملة موضوع تفريج الكربة عندنا أكثر من حالات نحن نفرج فيها الكربة من الحالات هذه الشخص لخ عادل فرجنا كربته كانت عليه قضية إيجارية وأمر حبس فالجمعية يزاهم الله خير تم تزديد كامل مستحقات القضية الإيجارية سبت الأسرة ما تتشدد وتنلم وموضوع الثاني عنده ولد معاق فالجمعية يزاهم الله خير شهريا تعطيه التزامات للإبن من احتياجات نفس الولد هذا وأيضا نوزع له شهريا نسلمهم مواد غدائية إلى أن أياد الخير في الجمعية استشعرت حجم المعاناة التي تقع على الفرد والأسرة فبادرت وسارعت إلى تنفيذ مبادرات تفريج كربة بالتعاون مع القيادة العامة للشرطة في إمارة الشرقة وعجمان وأم القيوين والتي كان من أثرها المساهمة في تفريج كربة أكثر من أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وعشرين متعسر بمبالغ مالية فاقت اثنين وثلاثين مليون درهم خلال العام المنغضي فقط بعضهم قضى أياما وشهورا خلف قطبان سجون المنشآت العقابية والإصلاحية لعجزه عن سداد مديونياته والبعض الآخر كان على شفى حفرة من تذوق مرار القطبان بعدما صدرت بحقهم أحكام تنفيذية ومن الفضل الله استجابوا من الموضوع وأخذوا من الفادة التامة بالموضوع السجن كان عليه السجن وحبس وطبعا كانت الأمور عندي كثير كثير كانت داية عليه داية بشكل عالي والحمد لله رب العالمين ومن فضل الله صنة جمعية جميع الشارع الخيرية الله يبارك فيهم استجابوا لي داية الموضوع للأجار وندفع بالنسبة للأجار دفعوا لي والحمد لله كانت نفسية كثير مرتاحة جمعية الشارع الخيرية كانت سباقة للمؤازرة وتكفلت بسداد مديونياته ومتسويتها لتنشرح صدورهم فرحا وسرورا متضرعين بقلوب خاشعة وعين تدمع فرحا بالدعاء لجمعية الشارع الخيرية ومتبرعيها للقلوب الرحيمة لما قدموه من دعم إنساني ومساندة كان لها في نفسهم أثرا بالغة ضرورة حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين والمستمعين نحن مستمرين معكم في هذا اللقاء المبارك من برنامج الريح المرسلة وموضوع حلقتنا اليوم تفريج كربة المبلغ المطلوب 386 ألف درهم عن تفريج تسع حالات تقريبا إن شاء الله أبدأ حواري ونقاشي مع الأستاذ علي الراشدي من جميع الشارقة الخيرية يحدث هنا عن الحالة الأولى والمشروع بشكل عام فضل الحمد لله يعني اليوم نحن قمنا بإرسال رسائل عبر رسائل التواصل المختلفة لأسماء الموجودة في هواتفنا لما رسلتنا الحالات اتصل بأحد الأشخاص وسأل عن الحالة الأولى وسبحان الله يعني طلع بأن هذا الحالة الأولى أحد المدرسين اللي درسه وهو يعرفه معرفة شخصية وحتى هذا الشخص رفض ذكر اسمه وقال بفاعل خير أنا أتبرع بكامل المبلغ عن هذه الحالة ومستعد أن يسدد كافة المبالغ المترتبة على هذا الإنسان وفعلا يعني 11 ألف و 671 درهم دفع عن هذا الشخص وبالحمد لله تسددت كل المبالغ المترتبة على هذا الشخص وهو شخص يعني قدم خدمات جليلة للدولة وهو كان مدرس ولكن أثناء بعد حالة على التقاعد وظروف هذه الجائحة جائحة كورونا أثرت على كل المجتمع ومن ضمنهم هذا أستاذنا الفاضل لكن الحمد لله اليوم نحن نبشره بأن المبلغ تم سداده هل تحب تذكر اسمه أو لا في داعه؟ لا 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 الأفضل لا نذكر اسمه الأخ أبو محمد نحن نقول وأيضا المتبرع فعل خير وهو حتى طلب قال أن هذا المبلغ الذي دفعته أنا إن شاء الله عن كل الفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون التبرع بدرهم لمساعدة المحتاجين قال أنا أنوي المبلغ هذا عن الجميع يعني بارك الله فيك الحقيق بشرة طيبة وبداية طيبة للقانة أستاذ علي الحمد لله ميزان حسناته الفعل الخير متبرع ونبشر الأخ الحالة الأولى أنه يعني الحمد لله الكربة يعني فرجت عنه أصل عز وجل أن يفرج عن جميع الإخوة المحسنين من المشاهدين والمستمعين وعن الأخ فعل الخير الذي يتبرع عن الحالة الأولى بشكل كامل ننتقل للحالة الثانية نذكر اسمه لما فيها الأخ خالد توكل على ما يلا الأخ خالد يعني هو كبير في السن ولدي أسرة كبيرة يعني مكونة من الزوجة وعشر أبناء وهو المعيل الوحيد للأسرة أعتقد يعني أنا أسأل إخوة في الغرفة التحكم أنه درهم الحمد يغطي المبلغ تقريبا عشرين ألف درهم غطينا الحالة الثانية بشرة الأخ خالد والحمد لله كما قلنا لكم يعني ننتقل الحالة الثالثة نعم الأخ فرهاد اسمه ولا فرهاد مطلوب عشرين ألف درهم هو أرمل ولديه أبناء في مراحل دراسية مختلفة والمعيل الوحيد لأبنائه ووالدته يعني زوجته متوفية وعنده يعني التزامات كثيرة إن شاء الله الإخوة المحسنين من المشاهدين والمتبرعين يتواصلوا معنا لنغطي الحالة الثالثة وجميع الحالاتهم وتسعة حالات المبلغ المطلوب قليل بالنسبة للتبرعات والجود اللي شهدناه بالأمس جمعنا 800 ألف درهم اليوم المبلغ قليل أقول لإخواننا المشاهدين والمستمعين من المحسنين إن شاء الله تكرمونا وتكرموا إخوانكم المكروبين وتفرجوا عنهم فرج الله عنكم في الدنيا والآخرة ست ألاف من رسائل نصية ست ألاف بارك الله في الإخوة المتبرعين وإن شاء الله أنا أتوجه بالسؤال لفضل الشيخ عمر سعد عن فضل تفريج الكربة من منظور إسلامي لو تحدث إخواننا المشاهدين والمستمعين تحثهم وتزيدهم يعني من معلومات دينية حول هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين لا شك أن تفريج الكربة شأنه عظيم جدا في هذا الدين الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا يستطيع أن يكفي الجميع لكنه سبحانه وتعالى يبتلي الأغنياء بالفقراء بحيث أنه ماذا؟ بحيث أنه يتكافل المجتمع الذي يفرج كرب الناس يسعى في عانة مريض دواء مريض خراج السجين غير ذلك من الكرب التي تصيب الناس في الحقيقة هو أول من يسعى في تفريج كربته أنه يسعى في تفريج كربته نفسه يعني هذه النصوص النبوية الواضحة في ذلك أنت لما تساعد أيها المستمع الكريم أيها المعطاء الجواد في هذه الأيام الباركة وهذه الأيام طبعا أيام رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة يعني هذه الأيام لست كغيرها في قضية العطاء والكرم ومساعدة الناس فأنت لما تساعد الناس في الحقيقة إنما تسعى في مساعدة نفسك في تفريج الكربة التي قد تأتيك في مستقبل الأيام أو تأتيك يوم القيامة لذلك النصوص النبوية واضحة في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يعني الله سبحانه وتعالى يعاملك كما تعامل الناس ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يعني كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة ومن يسر على معسل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة كذب الناس قد يملك مالا لكن تتأثر عليه أموره في أبواب أخرى في أبواب الحياة في أبواب تربية الأبناء تأثر أمور يعني في الحقيقة أشكال وألوان فعندما يسعى الإنسان في تفريج أو في دفع العسر عن كثير من الناس يأتيه التفريج من رب العالمين سبحانه وتعالى وفي قصة ذلك الرجل الذي كان يدائن الناس قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل كان يدائن أحد الرجال يعني يدائن الناس ويساعدهم ثم يرسلوا يعني صبيانه وغلمانه لأخذ الأموال عندما تحل رد الدين فيقول لغلمانه إذا وجدتم سدادا فخذوا إذا حصلتم السداد خذوا وإن لم تجدوا تجاوزوا لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه تجاوزوا يعني سامحوا يعني سامحوا عن هذه الديون مات هذا الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الناس الذين كانوا قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى سأله ماذا عملت يا فلان فذكر هذا الرجل أنه لا يذكر أنه عمل عملا إلا أنه ماذا أنه يدائن الناس فإن وجد سدادا أخذ وإلا تجاوز فقال الله سبحانه وتعالى نحن أولى بالتجاوز منك أدخله الجل الله أكبر فعالذي يريد يعني الخير لنفسه في الحقيقة أنت لما تدفع الكرب عن الآخرين في الحقيقة أنت أحسنت لنفسك في المقابل أول جميل لكن ثاني يعني يحرص غاية الحرص على دفع الكرب ولو باليسير بارك الله في مفتح الله عليك كلام جميل ومؤثر الحقيقة أعود للأستاذ علي الراشدي أستاذ علي أكيد أنت طبعا المشروع هذا يعني متبديل من أعوام الماضية عندكم قصص كثيرة لكن أنا أريد أن أسأل عن نوعيات الكرب لدينا تسع حالات هل كلهم نفس الشيء ولا مختلفين يعني واحد علي ديون واحد مسجون أو شيء في الحقيقة الآن الحالات التي أمامكم حالات مستحقة الدفع وناس في السجون وناس على بوابة السجون لا إله إلا الله يعني ونحن تدرون كما تعلمون خلال هذا الشهر الفضيل ومقدمون على مناسبة سعيدة للجميع نعيد إن شاء الله مناسبة العيد نتمنى إن شاء الله نتمنى أن نستطيع أن نفرج كربة هؤلاء بإذن الله لكي يفرحوا مع أهلهم يفرحوا مع أسرهم ونزيل كربة عظيمة عنهم وعن كاهلهم وكاهل هذه الأسر وهؤلاء الناس أخواننا هؤلاء يعني هم جزء لا يتجزى من المجتمع جيراننا وأهلنا وسكنوا معنا الآن الحالة بالنسبة للحالة الثالثة هذا الشخص صراحة نعرفه معرفة شخصية ورجل يعني حالته المادية تعبانة جدا وظروفها المالية صعبة تم عمل توسية تسوية مع المؤجر لإنقاص المبلغ والحمد لله استطعنا بعد مفاولات عديدة من الوصول إلى هذا المبلغ وهو يعني من الأشخاص المستحقين وكبير في السن وهو المعيل الوحيد لأسرته نبشرك نعم عشر ألاف من فعل خير واكتملت الحالة الثالثة التي نتحدث عنها الآن نبشر الأخي فرهاد بأن الحالة اكتملت وننتقل للحالة الرابعة الأخ محمد المعيل وحيد لأسرته وبناته الصغار ومطلوب منه أو عليه ديون 21 ألف درهم 21 ألف درهم نحن أخونا محمد سبع ألاف من فعلة خير للحالة الرابعة سبع ألاف من فعلة خير اتفضل أستاذ علي أخونا محمد يعني صراحة من الأخوة العرب ما شاء الله أنت حضرتك بتعرفهم كلهم ما شاء الله نحن لأن جميع الحالات مسجلة لدينا جميع الحالات مدروسة جميع الحالات على الطلاع تام على ملفاتهم وقبل ماي قمت بدرست كل الملفات وفعلا نحن متأكدين من هذه الحالات وهذه المبالغ الأمامكم نحن تفاوضنا مفاوضات مع المؤجرين ومع المطالبين اللي يطالبون بهذه المبالغ حتى توصلنا إلى هذه المبالغ وهي تصل إلى النصف تقريبا من المبالغ المستحقة عليه إن شاء الله يعني عندكم جهود مباركة ونحن وهذه الحالات التي أمامنا الآن هذا أخونا محمد شخص عاجز ولن يدفع المبلغ لو حتى يستمر عليه المبلغ عشر سنوات في السجن لن يدفع المبلغ لأننا نعرفها ما عنده أي مصدر دخل لذلك حالته صعبة ونثمنى إن شاء الله أنتم عنده بنات صغار والله ينتظرنا على حرم الجمر والله أنا متفايل ينتظر ملابس العيد ينتظر فرحة العيد مع أبوهن ينتظر حضن دافي من هذا الأب الذي على وشك أنه يقبع في السجن ويحرمون بناتها من حنانة وتدرون أنتم حنان الأب ودور الأب في الأسرة مثل ما نقول نحن الأب دائما يبقى القلب النابض لأي أسرة في حالة عدم وجود الأب هذه الأسرة قد تتشرد قد الأطفال يتتمون يكونوا مثل أي ترى لا يجدون العائل لا يجدون اللي يصرف عليهم لذلك هذا والدنا محمد نحن نقول ما شاء الله رجل كبير في السن عليه مبلغ نحن يبدو لنا بسيط 21 ألف درهم لكن عنده يعني هذا المبلغ كالجبل الكبير لأنه ما لا أي مصدر دخل بإذن الله تعالى ونحن طامعين في كرم أهلنا أهل الإمارات أنهم أخوانهم هذي لا ما يخلونهم ولا يتركونهم يقفون معهم يفرجون كربهم لكي نفرح معهم إن شاء الله في يوم العيد أنا سمحوا ليسميت هذه الحلقة نحن نبقي نسميها فرحة عيد نحاول أن ندخل أن ننشر الفرحة على هؤلاء الأشخاص الموجودين لدينا حتى يفرحوا مع أبنائهم مع أسرهم مع أهلهم يتكلم مع أهله خارج الدولة ويقول لهم أنا الحمد لله بين عيالي وأطمنكم وأشكر أهل الإمارات وقفوا معي يساعدوني وأهل خير وأهل كرم وأهل عطاء ما شاء الله كلام جميل ومؤثر وأنا أثني على اقتراح خليها فرحة عيد لنا جميعا إن شاء الله عندما نخرج هؤلاء من همهم من كربتهم أكيد سيفرحوا مرتين المرة أولا بتفريج الكربة والمرة الثانية بالعيد إن شاء الله يكون العيد عيدين عندهم وأنا أطلب من فضلة الشيخ عمر سعد إذا في تاريخنا الإسلامي من تاريخ السلف والرسول عليه الصلاة والسلام في قصص مؤثرة تذكر لنا قصة مؤثرة حتى الإخوة يعني الكرام المشاهدين والمستمعين يعني نحثهم على التبرع والمساهمة في تفريج كرب إخواننا اللي هم تسع حالات نحن وصلنا للحالة الرابعة تقريبا نعم فضل سمح لي الشيخ عشر ثواني يقول هو قول أو حديث لا أعرف لكن لقد حملت الحجرة والحديد ولم أجد أثقل من الدين كأنه قول على ابن نبي طالب الدين الدين أخواني هم بالليل ذل بالنهار وذل بالنهار صحيح انظروا ما أصعب الدين على هؤلاء الناس الله يفرج عنهم انظروا إلى حالتهم خلونا نساعدهم خلونا نفرحهم ومثل ما قلنا حب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم وأي سرور تدخله على مسلم لما تزيل عن ظهره هذا الجبل من الدين أنا بإذن الله تعالى متفائل أولا بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله ثم أتفائل يعني لما أسمع كلام حضرتك وأشوف حضرتك وأيضا الشيخ عمر ثم أتفائل لأنه الإخوة المشاهدين والمستمعين عودونا على الكرم والسخاء الحقيقة يعني الحلقات الماضية كانت مؤثرة جدا والله أحيانا العبرات يعني تمنع الإنسان من الكلام على الهواء مباشرة ويتأثر من سخاء إخواننا يعني بالأمس في ناس بدل ما يختار مثلا المسجد في السنغال بـ 45 ألف اختار الدول إحنا ما وصلنا لها تشاد وغندا اختار مسجد بـ 72 ألف أو 73 ألف يعني مسارعة وإصرار على البذل والعطاء أعود لفضل الشيخ عمر اذكر لنا قصة مؤثرة إذا ممكن تعقيبا على كلام أخونا الفاضل لا شك أن الدين بلع بلع عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يستعيد من المأسم والمغرم المغرم هو الدين فسأل النبي ليش تكثر من الاستعاذة من المغرم فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فالدين بلع يعني يكلم الناس يقولون باشر وراء باشر بعد سبوع فيعطيهم وعود ليس صحيحة لذلك يعني حاديث المعظم من قضية كشف الكربة تأثر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عظم التأثر لذلك ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب يعني إنسان يستغرب ويستعجب من حرصهم على كشف كرب إخوانهم وعلى كشف كرب المسلمين لما مات الزبير من العوام رضي الله تعالى عنه ترك دينا يعني الآن بعض الناس ينفق عشر عشرين ثلاثين ننظر إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا ينفقون الزبير ترك دينا كم مقدار دين الزبير ألف ألف مليون يعني مليون مليون نعم ما كان يعرف المليون الزمان كان يسموا ألف 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 نعم فضل على المليون نعم فالتقى حكيم بن حزام رضي الله تعالى وهو صحابي مخضرم عاشها ستين سنة في الجاهلية والستين سنة في الإسلام ما شاء الله وكان غنيا فالتقى حكيم بن حزام بمن؟ بعبد الله ابن الزبير ابن العوان وولد الزبير وهو صحابي أيضا عبد الله بن الزبير شميل قال كم ترك أخي قال ترك ألف ألف يعني دين إن شاء الله ماذا قال حكيم الحزام قال علي نسوها الله أكبر علي خلص مئة ألف الله أكبر ما شاء الله أرى الإنفاق كيف قال علي نسوها لذلك كانوا بن عباس رضي الله عنه يقول أربعة لا أستطيع على مجازاتهم رجل بدأني بالسلام و رجل وسعى لي في المجلس و رجل اغبرت قدماه في السعي في حاجتي و أما الرابع فلا يجازه أني إلا رب العالمين و هو رجل نزلت به حاجة نزلت به كربة فبعت الليل يفكر في من ينزلها عليه فرآني أهلا لإنزال كربته فأنزلها به يعني كانوا يفرحون أن الواحد من أصحاب الكرب يلجأ إليهم لماذا لأنهم يعلمون أحسن الظن فيه أحسن الظن أيضا يعلمون ما في كشف كرب الناس من الأجر العظيم أبشركم أخونا أبو محمد غطى الحالة الرابعة صدق عن أمه و غطى الحالة الخامسة صدق عن أبيه الحالة الخامسة الأخ حسين متزوج حديثا و المعيل الوحيد لزوجته و والديه و عليه 35 ألف درهم غطاها أخونا أبو محمد صدق عن أبيه و غطى الحالة القبل ذلك الأخ محمد صدق عن أمه والله هذا يعني يحتاج مننا أو طبعا أنا أشكره و في ميزان حسناتك أخي الكريم أبو محمد و ربنا يعني يحفظ لك الوالد و الوالدة و الزوجة و الأولاد و الذرية و يخلف عليك من ماله و من نعيمه في الدنيا و الآخرة هذا يحتاج منك دعوة يا شيخ دعوة خاصة لأخ أبو محمد طبعا لكل متبرعين و نسأل الله بأسماه الحسنة و الصفات العلا أن يبارك في أخينا أبو محمد و أن يعني يكتبه في قمة البارين لأنه يعني سعى في والديه و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا في هذه الدنيا و أن ينجيه يوم القيامة هو والديه و زوجته و أبناؤه و من كان له قريبا و حبيبا طيب نحن ننتقل حالة السادسة الأخ صالح عليه خمسين ألف درهم هو غير متزوج و المعيد الوحيد لوالدتي الكبيرة في السن و تراكمت علي ديون بخمسين ألف درهم أنا أسمح لي أذكر الإخوة المشاهدين و المستمعين بطريقة التبرع عبر الرسائل النصية طبعا يكتب في الرسالة عبر الهاتف تفريج أو كربة كلمة كربة فقط و إذا أراد أن يتبرع بعشر درهم يختار رقم ستة اتنين واحد صفر ثلاثين درهم ستة اتنين واحد ثلاثة خمسين درهم ستة اتنين واحد أربعة أمية درهم ستة اتنين واحد خمسة مئتين درهم خمسة صفر خمسة ستة خمسمائة درهم اثنين سبعة سبعة أربعة ألف درهم اثنين صفر ثمانية واحد أو التواصل عبر رقم الواتس أب الخاص بالجمعية للمبالغ الكبيرة أو الاتصال على الرقم المجاني أو من أراد أن يتبرع مباشرة عبر البرنامج من دخل الدولة ومن خارج الدولة ومن خارج الدولة ومن خارج الدولة وإن شاء الله الخير قادم وإخواننا المشاهدين والمستمعين عودونا على التبرع بسخاء في هذا اللقاء اليوم وفي الحلقات الماضية إن شاء الله في ميزان حسناتكم ونحن في شهر رمضان وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أنفق يا ابن آدم ينفق الله عليك المال مال الله ويقسم عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة لا تنقص المال إطلاقا المال يزيد بالصدقة يبارك ربنا في المال يبارك في العيال ويخلف عليك يفتع عليك أبواب الرزق إن كنت تاجرا إن كنت موظفا يأتيك الخير إن شاء الله ويبارك ربنا في القليل أنفق ولو دراهم معدودة الناس مختلفون في قدراتهم بعض الناس ممكن يكفى الحالة بعض الناس يتبرى بعشر دراهم ورب درهم سبق ألف درهم الأستاذ عليك كأنك كنت تريد أن تقول شيئا أنا في الحقيقة هذا أخونا صالح أخونا صالح في الحقيقة رجل كبير في السن وهو المعين الوحيد لوالدته أخوان المشاهدين أخوان المستمعين نحن هذه هؤلاء الناس أما ديونين ديون إلزامية ديون إجبارية وليس ديون كماليات فهي متطلبات أساسية لحياتهم لذلك نحن هذه الديون واجبة التسديد ومفرضت عليهم بشكل إجباري ليس يعني هم أخذوا هذه الديون من أجل الاستمتاع أو من أجل أي شيء أخذوها من أجل حاجة أساسية أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الدين اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال جميل لهذا أخونا صالح فعلا يعني رجل عليه خمسين ألف درهم وصلنا إلى هذا المبلغ بعد التسوية هذا الرجل موظف بيراتب قليل جدا بالكاد يكفي متطلبات حياته وصدقوني إذا نحن ما سددنا عنه هذا المبلغ هو على وشك أنه من كثر ما يروح يراجع المحاكم ويراجع الداينون هو على وشك أنه يفصل من عمله لذلك أخواني أنا أطلبكم أننا نحن فعلا نتبرع بحالة هذا الرجل أخوكم صالح رجل صار لفترة طويلة في دولة الإمارات وراتب قليل جدا دخله محدود وبالكاد يكفي متطلباته الحياتية الأساسية الخمسين ألف أتمنى أتمنى منكم أنكم تسارعون في دفعها عنه حتى لا يفقد وظيفته ودخله القليل هذا يعني والله هو على وشك أنه يطرد من وظيفته بارك الله فيك أستاذ علي على كلامك الجميل والمؤثر وأبشركم وأبشر أخو المشاهدين والمستمعين أنه في عشر ألاف من الرسالة النصية وثلاث ألاف فعل خير للحالة السادسة للأخ الذي نتحدث عنه وإن شاء الله الخير يأتي من الإخوة كام كام عشرين ألف من سيدة فعلة خير اللهم لك الحمد جزال ثلاثين ألف من الموقع الإلكتروني الجمعية اكتمرت الحالة أخي الكريم أستاذ علي أبشر كلامك مؤثر ما شاء الله يشتاهل وما شاء الله الإخوة المستمعين والمشاهدين يعني يعني يسارعون دائما في تغطية هذه الحالات أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إخواننا من المستمعين والمشاهدين نحن في شهر رمضان والصدقة أجرها مضاعف وعمل الخير بشكل عام مضاعف في شهر رمضان أنتم أهل الخير وأهل البر والإحسان هكذا تعودنا في دولة الإمارات دائما أهل الإمارات والمقيمين في الإمارات سباقين للخير والعطاء تعودنا ذلك وتعلمنا ذلك من قيادتنا الرشيدة ومنكم أيها سادة الكرام لا تذهبوا بعيدا خلكم ويانا بعد الفاصل ومن ثم لنا عودة خلوني أعرفكم اليوم على أبو سالم أبو سالم متزوج وأب لخمس أولاد واصغرهم خالد عمره سنتين الله يحفظه وطبعا الوالدة الله يحفظها ساكن معاه أبو سالم يشتغل براتب بسيط وحالة على قده ولكن جدام الناس من تواضعه وكرم أخلاقها الطيبة يبين من أصعاب الحال الميسور للأسف حالته في البيت غير وما حد يعرف أن أغلب المكيفات محتاج تبديل والثلاج قديم ومحتاج صيانة ونحن في الصيف مثل ما تعرفون خلونا نتعاون مع بعض ونساهم في توفير مكيف وثلاج جديد لأبو سالم وغير من الأسر المتعففة داخل الدولة من خلال حملة بردا وسلامة جمعية الشارقة الخيرية دليلكم إلى أبواب الخير أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمستمعين من جديد ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في برنامج الريح المرسلة وموضوع حلقتنا اليوم تفريج كربة معنا اليوم تسع حالات وصلنا إلى الحالة السابعة بفضل الله تعالى ثم بجهودكم وصلنا إلى الحالة السابعة وهو الأخ علي عليه 53 ألف درهم وطبعا خسر وظيفته وتراكمت عليه التزامات ولديه أسرى كبيرة وهو معيلها الوحيد الحمد لله تم التبرع بجزء من هذا المبلغ تبقى عليه الاستكمال حالة 32 ألف درهم أخ علي يعني أنا أعطيك الحديث لأن أنت ماشاء الله مطلع على هذه الحالة ودرسهم وعندك كشف يسمعهم يريد تحدث لإخوة المشاهدين المستمعين عن الأخ علي وظروفه أكثر عشان يعني يتحمسوا ويتبرعوا له نحن لما نقول دائما من رأى ليس كمن سمع أكيد نحن سمعنا أنت شفت نحن بشكل يومي هذه الحالات والله نشوفها وتكسر الخاطر وتكسر النفس وفعلا يعني لما قالوا غلبة الدين الدين فعلا أغلبهم هذا كلام الرسول وأذل حالتهم وهم في هم عميق جدا الله يفرج عنه و لما يهتم رب الأسرة و يصير في قلق و يفكر في قضاء هذا الدين يتعطى العنصر مهم جدا من الأسرة و عنصر مهم من المجتمع دعونا أخواني نفرج كربة هؤلاء لكي يستمروا في المساهمة معنا في بناء هذا الوطن بناء دولتنا و بناء أسرهم و يستطيعون أيضا حتى من الإنفاق على أهلهم في بلدانهم هذا أخونا علي أيضا حالته صعبة جدا مثل ما قلت لكم الخوف أنهم يفقدون وظايفهم و هذا أخونا علي فعلا فقد وظيفته و هو الآن قاع يجلس في بيته بلا عمل و ديون كل ما ييها بتزيد عليه لذلك أخواني هاي 53 ألف درهم كبيرة على أخونا علي لكن إن شاء الله بسيطة على أهل الخير وأهل العطاء أهل الإمارات أهل التكافل الاجتماعي أهل إغاثة الملهوف أهل الوقوف مع المحتاج دائما مساعدته نحن في جمعية الشارق الخيرية نضمن لكم أن أموالكم تصل إلى مستحقيها في المكان و الزمان يعني المناسب نحن اليوم اليوم كما تعلمون انتشر المتسولون في كل مكان الجمعيات الخيرية جمعيات حكومية معتمدة معترف بها تعمل وفق نظم وأسس معينة تعتبر هي الملاذ الآمن للمتبرعين لأنك تضع أموالك إن شاء الله بإذن الله تعالى في مكان آمن وملاذ آمن نوصلها إلى مستحقيها وإلى أكثر الناس حاله نحن اليوم أحضرنا معنا تسع حالات ولدينا ملفات لتسعين حالة أو أكثر ينتظرون تفريج كربتهم نحن هؤلاء فقط اليوم كعينة من لي أخوان المحسنين وأهل الخير وصدقوني نحن دائما دائما ثقتنا كبيرة في هؤلاء أهل الخير أهل الإمارات والمقيمين في هذه الدولة دولة الخير ودولة العطاء لأن أهل الإمارات معروف عنهم العطاء معروف عنهم البذل معروف عنهم إغاثة الملهوف طيب جزاك الله خير أستاذ علي على هذا الكلام الجميل واسمح لي أذكر مرة أخرى لإخوة المشاهدين بأرقام التواصل والتبرع طبعا للتبرع عبر الرسالة النصية نكتب في الرسالة كلمة كربة ويختار الأخ المتبرع المبلغ الذي يريد أن يتبرع به إذا اختار عشر دراهم يختار رقم 6-2-1-0 30 درهم 6-2-1-3 50 درهم 6-2-1-4 100 درهم 6-2-1-5 200 درهم 5056 500 درهم 2774 100 درهم 2081 أو الاتصال على رقم الواتس أب الخاص بالجمعية 055 3-0-0-1-0-1 أو الاتصال على الرقم المجاني 8-0-0-1-4 أو الاتصال على أرقام هيئة الشرق إذاعة و التلفزيون من داخل الدولة 6-0-0-5-5-1-6-0-0 أو من خارج الدولة 0-0-9-7-1-6-0-5-5-1-6-1-6 ونحن في انتظار عطائكم وجودكم وسخائكم أيها السادة المشاهدين والمستمعين ما زلنا إن شاء الله نغطي الحالات هذه حالات المكربين من إخواننا الفقراء والمحتاجين وأنا أريد أن أقترح على السادة علي اقتراح أنت اقترحت اقتراح جميل في بداية اللقاء أن نسمي الحلقة هذا فرحة العيد لماذا لا يعني أن نخصص لسبوع القادم أو بعده حلقة خاصة عن تفريج الكرب إذا عندكم تسعين حالة الحقيقة يعني أنا هذا اقتراح مني الحالات هذه تحتاج مساعدة وندخل الفرحة لأكثر عدد ممكن من إخواننا المكربين هذا اقتراح مني وأنتم لكم القرار في جمعية الشارقة الخيرية يعني حسب الخطة الموضوعة نحن العنوان الرئيسي لجمعية الشارقة الخيرية دليلكم إلى أبواب الخير ونحن عندنا أكثر من أربعين باب نفتح من أبواب الخير للمتبرعين لذلك نحاول نجد أو نوزع أعمالنا نوزع مشاريعنا نوزع على أهل الخير بحيث أن الواحد يستطيع أن يتبرع لشيء هو يحبه لشيء هو يرغب فيه وهؤلاء الناس فعلا يعني فيه كرب عظيم مهم شديد الشيخ خذ أخونا علي عليه ثلاث وخمسين ألف لازم لازم نحن لازم نسدد عنه لأننا نحن نعرف هذا الرجل والله إذا ما سددنا نحن عنه لويلس مئة سنة في السجن لن يدفع هذا المبلغ نعم يا سيدي أجاك الخير يا أستاذ علي أنت كلامك المؤثر الله يبشرك والله أنا سعيد بك جدا صلاحا وكلامك الجميل وكلام الشيخ وقصة الجميل نحن كلامنا لا يؤدي شيء إذا في حالة عدم وجود إخواني المحسنين وأهل الخير لكن هما يحتاجون فذكر أن الذكر تنفع المؤمنين أخبروني الآن أنه في ثمن ألاف فعل خير وفين فعل خير وثلاث ألاف فعل خير طبعا ألفين مسيدة فعلت خير وثلاث ألاف فعل خير و하면서 مفاسمية فعل خير و خمسمية فعل خير وخمسمية فعل خير غطينا الحالة للسابع يا أخواني أو ليسا باقي 2400 الحالة السابعة ونغطيها أخونا علي ما نقص مال من صدقة أنت قد يبدو لك أنك دفعت مبلغ أمام عينك دفعت 2000 أو 3000 درهم لكن في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يحميك من حادث يحميك من سقوط ابنك ويتكلف في علاج كبير جدا يحميك في جسمك يحميك في صحاتك يحميك في تجارتك يحميك في سيارتك يحميك في أولادك يحميك في كل شيء ما نقص ماله من صدقة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حلف عليه صلى الله عليه وسلم حلف عليه صلى الله عليه وسلم أقسم نعم عندك أنت تفضل الشيخ دعنا الشيخ يذكرنا بالحديث نعم لا شك تفضل كرام أخونا علي جميل جدا وأقول ليس في كل دولة وأواني تتهيأ صنائع الإحسان ما شاء الله فإذا أمكنتك يوما من الدهر فبادر بها صروف الزمان نعم يعني هذا الحديث العظيم يعني والله إن بشارة ما نقص ماله من صدقة كيف ما نقصه يعني مهما لو تصدق الإنسان فإن هذا المال الذي خرج منك سيبارك الله سبحانه وتعالى في ما بقي عندك ستصرف عنك مصائب صروف بلاوي سيارتك ما بتخترب عيارك ما بيمرضون يعني بعض الناس قد يجب ما يجب أو ما يؤدي مثلا الواجب عليه من المال مثل الزكاة يظن أن هذا المال سيبقى عنده فتأتيه مصائب وتذهبه بينما الذي يتصدق يبقى ماله ثم ماذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما انفقته من شيء فهو يخلفه في الدنيا والآخر وما أحب الأعمال إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس كلما كنت نافعا للناس معينا دافعا لكربهم متصدقا عليهم كلما كنت من خيار الناس وأفضل الأعمال ماذا وأحب الأعمال إلى الله يقول صلى الله وسلم سرور تدخله على قلمسلم إنها 6 حالات أنا أتصور لهم يتابعون الست حالات التي قضيت الحمد لله كيف حوال أهلها الآن أكيد في فرح وسعادة وسرور لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وحب الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة ثم قال ولا أن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر يعني لو تجلس في المسجد شهر أو تقضي حاجة مسلم قضائك لحاجة مسلم أفضل من ماذا من اعتكافك المسجد شهرا ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن يعني تأمل في هذا الكلام العظيم أبشركم ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له يعني يتمها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام يثبت الله قدمه هذه بشرة طيبة بشرة طيبة يعني ما أحد يستطيع يمشي عليه إلا بما قدم بأعماله الصالحة نعم لا شك يعني تثبيت القدم على الصراط تفريج كربة يعني الله أكبر أبشركم أبشر إخوة المشاهدين والمستمعين أنه في ألفين درهم من أخت نواف وفي ثمن ألاف من رسائل نصية واكتملت الحالة السابعة يا أستاذ علي حدثنا عن الحالة الثامن الأخ عصام علي خمسة وسبعين ألف درهم هو كبير في السن ويعاني من أمراض مزمنة ولا يوجد لديه أبنى خمسة وسبعين ألف درهم يعني مبلغ كبير ظاهريا لكنه ليس كبير على إخواننا المحسنين من المشاهدين والمستمعين الذين عودونا في الحلقات الماضية وتبرعوا بمبالغ الحقيقة يعني كبيرة جدا في أعمال خيرية عديدة إن شاء الله يكتمل هذا المبلغ وتكتمل حالة التاسعة ونكون قد أدخلنا الفرح على جميع الحالات التي تبنتها جمعية الشرق الخيرية اليوم هل تعرف الشخص يا أستاذ علي اليوم تحدثنا عنه أخونا عصام ركب عليه همين لا إله إلا الله هم المرض وهم الدين الله يشفي إن شاء الله وهذا الدين صرفه لعلاجه لعلاجه من المرض المزمن الذي يعاني منه وهو الآن أصبحوا يطالبون المستشفيات يطالبون بسداد هذا المبلغ ولا يتوقف علاجه وكلنا نعلم أخواني يعني ضرورة توقف العلاج يعني ما هي الأسباب السلبية أو المترتبة على توقف علاج هذا الرجل الآن هذا أخونا عصام مهدد بأن المستشفى يوقف العلاج عنه وبالتالي إذا وقف عنه العلاج هو أنا متأكد أن حالته بتسوء وقد يعني يصير في الوفاة مبلغ بسيط إن شاء الله 75 ألف درهم على أهل الخير وأهل العطاء بسيط جدا وإن شاء الله إن شاء الله نفرج كربة هذا الإنسان ونفتح صفحة جديدة في حياته ونزيل هم عظيم عنه ونحن هذه الأخواني السبعة اللي فرجنا كربهم وإن شاء الله الأثنين اللي باقينا أيضا نفرج كربهم إن شاء الله في أول يوم عمل سنتواصل معهم هاتفيا وندخل الفرح والسرور عليهم ونحقق لكم أخواني المحسنين وأخواني المتبرعين أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أنتم إن شاء الله نلتم هذا الشرف العظيم بتبرعكم وجودكم وإحسانكم لإغاثة هؤلاء الملهوفين لتفريج كربة هؤلاء المكروبين لأنهم هم فعلا في هم عظيم وفي حاجة مأسة لدعمهم مارك الله فيك سيسا عليك كلامك جميل ورائع والغيث وصل يعني يبشر كما يبشر إخوة المشاهدين المستمعين فعل خير تبرع بخمسين ألف صدقة عن جميع المسلمين لهذه الحالة باقي للحالة الثامنة سبعة عشر ألف وأربعمائة ويكتمل المبلغ اللي هو خمسة وسببين ألدرهم عن الأخ عصام وإن شاء الله ندخل الفرحة والسرور عليه وعلى أسرته بعد أن يتم تفريج الكربة عنه أخي الكريم الذي تبرعت بهذا المبلغ خمسين ألدرهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لك في مالك وفي عيالك وأن يخلف عليك من نعيمه في الدنيا والآخرة فضلة الشيخ لو تذكرنا يعني بقصة أخرى جميلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حيات الصحابة يعني الحقيقة يعني أروحنا سمت وقلوبنا تحركت في هذه الحلقة الرائعة مع من كلام حضرتك وكلام نستاذ علي المؤثر وتبرعات السرخية من الإخوة المشاهدين والمستمعين والله القصص في هذا الباب حقيقة كثيرة ويعني من هذه القصص قصة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عمر الخطاب أمير المؤمنين ماذا يفعل يعني تستغرب من هذه الأرواح ومن هذه النفوس ومن هذا السعي العظيم عمر رضي الله عنه كان يعني يراه طلحة ابن عبيد الله يرى عمر يدخل في الليل إذا دخل الليل يدخل بيتا في أطراف المدينة ودائما يأتي ويدخل هذا البيت يعني رأاه مرة أو مرتين استغرب طلحة بيت من هذا وماذا يريد عمر في هذا البيت وماذا يفعل في الليل ماذا يفعل في الليل فجاء طلحة في النهار طرق الباب ففتحت الباب امرأة عجوز مقعدة أمياء لا إله إلا الله فسألها طلحة ماذا يفعل هذا الرجل عندكم قالت هذا الرجل لا تعرفه حتى لا تعرف أنه أمير المؤمنين قالت هذا الرجل يأتينا منذ زمان يصلح أحوالنا ويطبخ طعامنا ويوظف دارنا يخم لها البيت يعني يقوم بخدمة وهو أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين يقوم بخدمة هذه المرأة العجوز التي لم تجد من يقوم بها الله أكبر يعني بعض الناس قد يتأخر يقول لك هذا رجل مريض هذا رجل كبير في سن قد يتأخر في إعانته لنا في سلفنا الصالح نعم إعانة هؤلاء قد تكون سبب يعني إدخال السرور على الناس له وسائل كثيرة يعني يخدم الفقير المسكين حتى مبلعب قضي دراهم لكن ما انتيسرت له دراهم ولو باليسير مع أن أمير المؤمنين لو سمحت لفضل الشيخ كان يعني مشغول بالدولة الإسلامية يعني عنده مشغل كثير ومع ذلك لم ينس تلك المرة وشيركم أنه 15 ألف من الرسالة النصية والحالة الثامنة باقي أو متبق عليها 2400 درهم عاشد ثلاثة على الخير يعني غطينا الحالة الثامنة ودخلنا في الحالة التاسعة الأخ أحمد علي خمس ألاف فعلة خير الأخ أحمد علي مئة ألف والمعيل الوحيد لأسرته ولدي ثلاث أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة الوقت يعني أدركنا لو باختصار اللي تحدثنا على الأخ أحمد آخر واحد هذا والدنا أحمد رجل كبير في السن وعنده عيال مرضى عياله من ذوي الاحتياجات الخاصة الثلاثة هذا أحد الابتلاءات العظيمة لا إله إلا الله هو في ابتلاء عظيم أولاده يعانون من أمراض وراثية وهو كبير في السن ومديون بمئة ألف درهم لا إله إلا الله رجل يعني فاضل رجل كريم رجل وقور لكن يا أخي الدين الدين حط من قدرة وأذلة أذلة ذل يعني نعم خلونا أخواني نساهم ونرفع هذا الحمل الثقيل من على ظهر هذا الرجل الوقور هذا الشيخ الكبير الذي نعرفه أنه من الناس يعني ما لا نزكي على أحد لكن من أهل رواد المساجد يعني وريال رعي خير ورجل فيه الخير لكن هذا أحد الابتلاءات العظيمة وعنده أكثر من ابتلاء دين وعنده عيال مرضى والله ابتلاء عظيم وابتلاء أهم توفير متطلبات الحياة الأخرى وسبحان الله يعني وابتلاء الغربة هذا رجل غريب ويعيش هنا في دولة الإمارات وهذه ظروفة صعبة جدا وله أنا أعتبره ليس غريب ولكنه أحب هذا البلد وأحب أهله لو سمحت لي أقاطعك معلش يعني هو بين أهل الإمارات ليس غريب بالله أنا يعني أقولها بدون مجاملة بدون الله أنه من يعيش في الإمارات يقول الحمد لله مليون مرة في اليوم بلد الأمن والأمان والخير والاطمئنان وأهل الطيبة والسخاء والكرم إن شاء الله أنا متفاعل ثقة بالله الكبيرة ثم بالإخوة المشاهدين والمستمعين أنهم يغطوا الحالة سواء في هذا اللقاء أو بعد البرنامج سنبشر غدا أن الحالة حالة أخونا أحمد غطيت أبو محمد يريد أن تقول شيء كرم أخوان ثلاث فعل خير وخيرهم يجب أن يتواصل من أجل دعم هذا الرجل الوقور هذا الرجل صاحب المسجد هذا الرجل الذي عنده أولاد من دوي الاحتياجات الخاصة يجب أن نعينه ونساعده ونقف معه ونحن أخواني في أيام فاضلة ومقبلون على مناسبة سعيدة مناسبة العيد السعيد نجعل هذا الرجل يفرح نجعل هذا الرجل يتكلم عن كرم أهل الإمارات وجودهم وعطاهم طيب أبشر كما أبشر إخوة المشاهدين المستمعين أنه فيه ستة ألاف فعل خير وألفين فعل خير وألفين فعل خير وسيدة أربعة ألاف من فعلة خير وباقي ثلاثة وسبعين ألف على أخونا أحمد الحالة الأخيرة أنا متأكد بإذن الله تعالى أن المبلغ سيكتمل بإذن الله سبحانه وتعالى كلمة أخيرة توجهها أفضل الشيخ للإخوة المشاهدين والمستمعين والله ما أقول إلا أن هذا البرنامج ومثل هذه البرنامج والله نافذة خير عظيمة جدا نافذة خير عظيمة جدا خاصة كلام أخونا علي قضية أن هذه الحالات حالات مدروسة يعني تضع مالك في مكان وأنت واثق أنه سيصل إلى مستحقي يعني قد يأتيك واحد من الشارع ويكلمك ويظهر لك من يعني الحاجة ثم هو في الحقيقة قد لا يكون بتلك الحاجة لكن هذه حالات مدروسة الجمعية زائرتهم عرف أحوالهم فلذلك لما تضع أموالك تضعها وأنت واثق بإذن الله تعالى أنك ستفرج كربع مع أن الإنسان متى أعطى فإن أجره مكتوب والحمد لله رب العالمين طيب في فعلة خير تبرد بعشد أبت برهم عن والدتها ناشا أزاك الله خير أختي الكريمة وبرك الله فيك وميزان حسناتك إن شاء الله وربنا يحفظ الوالدة إن كانت حية ويعطيها الصحة والعافية وإن كانت في الدار الآخرة إن شاء الله يكون الفردوس الأعلى مكانها في خمسين ألف درهم ومحمد قلت لي من من درهم الحم يعني هذا من الجمع خمسين ألف درهم من درهم الحم غطى المبلغ كامل للحالة الأخيرة ألف مبارك لجميع الحالات وشكرا على جهودكم إخواننا المشاهدين والمستمعين ما قصرتم يعني الوقت أدركنا والحمد لله حلقة اكتملت ومحمد بس أحتاج ثاني اتفضل اتفضل حبيبي هذه المبالغ أخواني المشاهدين ومستمعين تذهب إلى الدائنين نحن لا نسلمها للشخص لنضمن تفريج كربتة بشكل تام وكامل نوجه هذه المبالغ للدائنين مباشرة حتى نضمن أن هذا يكون ملف أبيض وصفحة بيضاء واليوم نحن الحمد لله جعلنا تسعة من المكروبين صفحاتهم بيضاء بدعمكم وجودكم شكرا سيد علي الراشدي وشكرا فضل الشيخ عمر على وجودكم معنا اليوم الحقيقة سعدنا بهذه الكلمات الجميلة والمؤثرة كما أشكر الإخوة المشاهدين والمستمعين على تواصلهم معنا وعلى أعطائهم السخي الحقيقة حلقة رائعة ومؤثرة يتجدد مع حضراتكم اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله حتى ذلك الحين لكم من أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر